والضيف اللي معانا النهاردة جايب 94% في السنوية العامة او يمكن اكتر شوية وكان ممكن يدخل كلية صيدلة وكلية طب لكنه اختار التربية الرئيضية عشان يكمل مسيرته التدريبية فهو شاطر في جميع المستويات كابتر عبدالواحد منورنا ومشرف حبيبي اسلام مقدمة يعني بشكرك عليك يعني انت كلامك رائع لا انت عشان اخوي او حبيبي ومن ضمن الناس الاعلامين ان انا عندي علاقة بيهم اكتر من 23 سنة امكان انت ومحمد القاضي اه انت الاثنين كميرين معا متر السنة لحد دلوقتي فبقالنا سنين طويلة مع بعض مشكرك جدا انت اخ فاضل وعز علي وانت عارف اللجوة من حدك لا الله يخليك كابتن ده انا شرف لقيا وبعدين كان 94% في السنوية ولا 96% لا اول الكرة بقى اخدتنا الكرة اخدتنا في الاتجاه ده كنت يعني كنت مميز جدا وكنت شاطر في السنوية بس كنت عارف توافق يعني انت كنت نجم يا كابتن عبدالواحي الكرة خليتنا بقى سنينة اه وفي نفس الوقت كنت بتذاكر يعني كنت ضحيح ما بتسيبش نعم مش ضحيح انا واحد كان يعني مركز في الدراسة وربنا كرم اخترت الاتجاه الرياض انا كانت الحمد لله من صغري وانا يعني الكرة يعني هي يعني حياتي هي الهدف حياتي هي حياتي اوه يعني ربنا وفقهاش اه هو القادر سبحانه وتعالى يعني جيت هنا قدمت في الترسانة وانت كنت موجود معنا هو الصغري هو انت ومحمد القضي وربنا كرم في الترسانة وعملت الحمد لله تاريخ كويس ومشور كويس ومش بقى انت حكيت بقى كله التاريخ بتاعه الحمد لله انا فاكر كويس جدا ان كان عليك ضغوط كبيرة اه في يعني تروح وقت الترسانة موانت حسن فريد اه موانت حسن فريد ربنا يمسي بالخير اه تروح الاهلي والزمالك وانت وقتها خدت قرار بالزمالك كان عشان ايه الأسباب وقتها لا بص هو مش لابع على مشاعر الجماهير انت عارف ان انا زمالكا والحبون اه تقولت معصيرني وانت اللي بتقول يعني مش انا اللي بقى اصلا انت كنت معايا ففترة دي اه انا كنت شايف ده اه كنت انت معايا ففترة دي مش انت اللي بتقول لا لا انا زمالكا والصغري وبيحب بنات الزمالك ومشاجعة عن زمالك وكان نفسي أتمنى أننا نضم لنا الزمالك بس كان دايماً بقول لنا الزمالك محتاج واسطة والأندية الكبيرة محتاجة واسطة أنا جاي بقى من قرية في المنوفية فجاي في القاهرة لما قدمت في الترسانة قلت الزمالك والأهلي عايزين واسطة فقدمت في الترسانة قبلت الحمد لله عملت ثلاث مواسم كويسة معادي للترسانة يعني أنت ورحتش اختبارات ناشئين في الأهلي والزمالك لا 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 خالص انت رفت على الترسانة على طول كان في دماغي أو السابت في دماغي أن الأهلي والزمالك عايزين واسطة ممكن أن كان كلامي صح يا في التوقيت بتاعهم كان في دماغي أنهم عايزين واسطة وما كانش يكون شعر في حد يوصلني أو يدخلني النادي فأرحت اللي في القاهرة أنه ممكن يظهرني أنت رسانة كان يسم كبير وكده وحد من الصحابي قديمت كل تربية ودية قال لي تعروح نختبر فاختبرت ربنا وفاكة مصطفى رياد شافني وكبتنا عباس فاخري أربعين ديهم الصحة يعني واختروني وزي ما أنت شفتني بقى الحمد لله تلات سنين رائعة مع الزمالك ورحتوا منتخب مصر والزمالك اشتري نسائية طبقا من الترسان كان مين وقتها المفاوضات اللي أول حد فوضى أول حد كلمني كانت الحلم طلوان حلم طلوان كان معه توفيستر وتوفيستر شافني في موتش مع الترسانة ده 2003 لا لا سنة 1999-2002 2009-2002 في آخر 1999 و2000 دي المفاوضات في 2001 انضمت رسمي للزمالك بعد كاس العلم في الارجنتين وعقيت شاوي غريب رجعت من كاس العلم في الارجنتين ومضيك في الزمالك بس كانت مفاوضات من قبل مسافة كاس العلم يعني كانت متوفيستر وحالكابت الحلمي متابعيني وكنت قابلت كالكابت الحلمي هنا في كذا مرة ومعنى مهان ثاني زادة كان ساعدت عود ما إصداره وكان ساعدت المسار المصدر كان نائب الرئيس دوكتور كامال داوليش كان هو رئيس النادي لا الاهلي بعد كاس العلم بلا في كاس العلم يعني أنا عندي معلومة في بعض او احد اللاعبين ما نجيلك في الكلام كلمك وانت في كاس العلم بص وقبل كاس العلم كان فيه كلام من بعض الوكلة اننا روح وما كانش رسمي انجاز صندوق وكذا وبعدين أنا كان نفسي جيل الزمالك كان فيه برضو كانت رحمي زي ما قلت لك بيكلمني بس برضو ما كنتش مضيت رسمي فلما رجعت من كاس العلم الاهلي تفاوض قالك نجيب مجموعة من المتخب كان المتخب بتاعنا كنا وحسان امين ورده شحاته وكان الزمالك بيتكلم معي قبل كاس العلم وبعدين بقى خلص معي بعد كاس العلم رسمي يعني دفع الفلوس وكذا وانا مونس حسن فريد خيارني وانا قلت له لأ خلاص انا عايز الزمالك وكذا واحترم رغبتي يعني لكن لكن ما عادش مع مسؤول في الاهلي عادت معي عادل كبير مونس عادل القياري عادت مضيت با وقتل عادت وقال لي انا ارض عليك 75 الف كان خمس سبعين رقم كبير وبعدين والزمالك كان عادت عليك مو خمس سبعين بس الاهلي بقى عالى بخمسة وعشرين ووصلنا لحد مية خمسة وعشرين كان رقم كبير سهلت اه عالى بخمسين ألف اه بخمسين ألف الزمالك بس هو طبعا الزمالك كان ليلة الأولوية ومونس حسن فريد وانا عايز اجيب اكبر مبلغ ممكن للنادي نادي ترسانة الو خير علي والفضل كبير بعد رباه سبحانه وتعالى فالمونس حسن فريد قال لي انا الناديين بيكلموني بس انا عايز اكبر عرض مالي ان انت تروح يعني الناديين معاديش مواجهك شاه حسن فريد لا 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 شاه حسن محترمة جدا اه جدا اه جدا يعني بس اناك سؤال دوت احسن فريد سعيدني كتير ولوه فضل كبير فعلا بعد ربنا سبحانه وتعالى لكمونس حسن فريد انت كنت في التوئيد دوت كان جيل برضو مميز في الترسان طبعا كان جيل كبير يعني مهند البوشي كان فرقة كبيرة وفرقة كويسة يعني اه انا لا مواجهنيش لحاجة معانا هو خيارني قال لي بس روح وعدنا عالديين شوف العرض المالي ايه وسبنا احنا اتفاقط في النواحة المالية كإدارة اندية مع بعض انت شوف العائد بتاعك نظامه ايه وانا احترم رغبتك فروط عدت هنا وعدت هنا بس انا كنت رغبت الزمالك وجبنا عرض كويس الزمالك دفع فريد كويس يعني اعلى من الاهل